موسيقى بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في التوحيد الأسطوري الجسمي التيمي وصلنا إلى الأسطورة الخامسة والثلاثين عنوان الأسطورة الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان أقول الرازي يؤلف كتاب أساس التقديس ويهدي نسخة منه لملك ذلك الزمان وأبن تيمية تصدى للردي وبالردي على كتاب الرازي لكن الغريب في الأمر أن ابن تيمية فرع الكلام وأخذه إلى موضوع بعيد عن موضوع الكتاب فجسد الحشوة والحشوية تجسيدا واقعيا شاملة وسنقتصر في هذه الأسطورة في نقاش ما سجله ابن تيمية على مقدمة أساس التقديس أو على رسالة الإهداء من الرازي إلى ملك ذلك الزمان مع ملاحظة أن شيخ التيمية وأتباعه دائما يجعلون كل مورد وكل فكرة وكل رأي يصب في منهج التفريق والتكفير وإباحة الدماء فيجعلون بل ويترتب على منهجهم أن يكون مورد الخلاف خطيرا مهلكا مدمرا إلى حد التكفير والإرهاب وسفك الدماء ومن هنا جاء ويجيء ويتأكد كلامنا ونقاشاتنا مع الشيخ ابن تيمية وما ترتب على كلامه ومنهجه من فتن ومظلاتها التي مزقت المسلمين وبلدانهم وزهقت مئات آلاف الأرواح المسلمة بسببها على طول الزمان والكلام فيه جهات الجهة الأولى المشرق عند الرازي في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول من صفحة 15 إلى صفحة 23 قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء الأول قال ابن تيمية ثم قال الرازي وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل صلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة عنان السماء لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء ولا زالت آثار وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء أفضل الملوك وأكمل الصلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصلاة المستقيم فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار هذه العبارة الطويلة ذكرها الرازي فأتى بها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وناقش هذه العبارة ودخل في نقاش هذه العبارة وهي من المقدمة والمقدمة أقول المشرق لفظ وعنوان ذكره الرازي أكثر من مرة حيث قال كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق سمعت أهل المشرق والمغرب والرازي سكن وعاش في إيران في طهران مدينة الري وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملقب بالملك العادل شقيق الملك صلاح الدين الأيوبي وأحد ملوك الدولة الأيوبية حكمه من سنة خمسمائة وستة وتسعين إلى سنة ستمائة وخمسة عشر هجري وهو ملك مصر والشام وفي تلك الفترة كانت بلاد الإسلام ماسعة وشاسعة المساحات فشملت الكثير من البلدان في آسيا وأوروبا وأفريقيا فلا عن مصر والشام وتركيا وإيران ومن الطبيعي أن يعبر الرازي عن موطنه وسكنه بقوله في أقصى بلاد المشرق ومن الطبيعي جدا لسعة الدولة الإسلامية بل حتى مع عدمها أن يعبر للملك بي سمعت أهل المشرق والمغرب للإخبار عن ولاء الناس له وانقيادهم له للعدل الذي أظهره فيهم بالنسبة لمن كانت اعت سلطانه ولإذاعة وإشاعة اسمه وسيته بين باقي المسلمين وغير المسلمين من أهل المشرق والمغرب ترجمة نانسي قنقر